نروح لملعب اللقاء ومعانا زميلنا محمد توفي ومعا لقاءات ما بعد المباراة تفضل يا توفي مبروك ليكم مبروك للنادي الأهلي مبروك الكابتن وليد وكابتن بدر كابتن أحمد ناجي الناس المسؤولة عن القطاع الحمد لله بداية مبشرة كان زي ما قلت لحضرتك قبل المباراة كان عندنا معسكر ودمج بين 2005 و2006 الحمد لله أفدنا على الفرقة واشتغلنا وحاولنا نوصل لأحسن توليفة وكانت البداية بشكل كويس يعني نكمل المسيرة بتاعت سيزن اللي فات عملنا أرقام كبيرة فبنحاول نحافظ عليها ما نقلش عنها ونحاول كمان نحسنها أكتر في خط الدفاع وجودهم على الفريق الأول كمان يوسف عفيفي في فترة معايشة برة وابوستانجي وقعارته وكمان النهاردة محمد زعلوك المهاجم الأساسي مش موجود ولو مع ذلك الفريق النهاردة أكثر من عوصه ظهر بشكل جيد وكمان في لعبين من 2006 ظهروا بشكل أكثر من رائحة بيغيب طبعا كابتن الفريق يوسف عفيفي من اللعبة المميزة لها كان لها دور كبيرة وسانة فاتت من هدفين الفريق عنده معايشة في فرنسا ربنا يكرمه ووفقه تكون إضافة لي إن شاء الله هو وزميله كلهم وفي معتز وزعلوك من اللعبة المميزة برضو مع الفريق الأول في معسكر النمسا وعبدالله بستانجي خرج إعارة لنادي سموحها الفريق الأول فطبعا دي الأربعة دول اللعبة مميزين جدا غابوا عن المباراة الأولى إن شاء الله ينضم لنا عفيفي في الفترة اللي جاية يكون رجع من المعايشة وهنشوف معتز وزعلو أتمنى أن هم يكملوا في الفريق أول ونقدر نطلع عيبة أكتر للفريق الأول فريق 2005 فيه عناصر كتير جدا تقدر تلعب فريق أول ومنتخب مصر وإن شاء الله يعني دايما بيبقى هدفنا البطولة وتطوير أداء الفريق تطوير أداء اللعبة بس الهدف الأسمن نحن نخرج العيبة للفريق الأول كانتنا على البدار القوية وتمعنا أهداف النهاردة مقابل لشيء هتستثمر ده إزاي خاصة أن تعافي اللعبة ممكن ترك إنشوها عن نتيجة كبيرة فأو مباراة لا إحنا دايما نحطرهم تحت ضغط حركة أول حسط إحنا من أول ديها الآخر ديها بننفس مبادئ اللعبة بتاعتنا الضغط العالي والضغط العكسي زي ما بنركز في تفاصيل الصغيرة دي احنا بنحاول نركز فيها برا الملعب بتخلق دوافع ومن نفسها شريفة بين اللعبة كلها عندنا في كل مركز اتنين وثلاث لعبة مميزين جدا 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 انت بتبقى قاعد محتوار تلعب مين ولا مين هارك شفت بدأنا بعمر وبرقفة وعبدالله رقفة جاب أربع أهداف وعمر جنين وعبدالله تسبب في ضرب الجزاء نزل معاود جاء قدر يسجل نزل سيف أيمان قدري يصنع نزل حسام قدري يبقى عنده خطورة على الجول فانت خطو الهجوم عندك قوة ضربة ولسه جاي يوسف عفيفي كمان فلا يعني ان شاء الله يبقى موسم كويس ان شاء الله شكرا بتعليه وتماركوا دوم التوفير بإذن الله رب العين